العندليب والإمبراطور وإذا ما أوغلنا فيها وصلنا إلى غابة تمتد بعيدا يألفها طائر العندليب كلما رفع هذا الطائر صوته بالغناء انصرف كل من يسمعه إلى الاستمتاع بصوته حتى انتشر بين الناس أن هذا الطائر يفوق قصر الإمبراطور وحدائقه جمالا وصل الخبر إلى الامبراطور وفي الحال استدعى حاشيته وقال لمستشاره هذا العندليب يألف غاباتنا ابحث عنه حتى تجده فأنا أريد رؤيته وسماع صوته هذا المساء فتطوع بعض الحاشية وسكان القصر لمساعدة المستشار خوفا عليه من العقاب وإلى الغابة توجه الرجال للتفتيش عن العندليب وفي الطريق سمعوا أصوات حيوانات كخوار الأبقار في الحقول ونقيق الضفاضع في البحيرات وفي كل مرة كانوا يقفزون فرحا متخيلين أنهم قد وصلوا إلى مبتغاهم وفجأة وعند منعرج الطريق رفع العندليب صوته بالغناء فطرب المستشار لغنائه وامتلأ دهشة وحبورا فقال انظروا إليه جسمه مغطا بالريش وما أجمل صوته صوته يماثل صوت أجراس صغيرة من الزجاج إذا ما تحركت لاحظوا قدرة حنجرته على الرغم من بساطة منظره ومن بعيد راح المستشار يخاطب الطائر متوددا أيها العندليب يسرني أن أدعوك إلى القصر هذا المساء لأن الإمبراطورة يريد الاستماع لتغريدك العذب وسرعان ما رد العندليب غنائي أجمل في أحضان الطبيعة فالطبيعة وطني وحريتي غير أنه ما لبث أن ذهب معهم لما رأى الإصرار يعلو وجوههم واستعدادا لاستقبال العندليب أنير القصر بعدد كبير من الفوانيس الذهبية التي تتحرك مثل قمر يرقص على سطح البحر واجتمع أفراد الحاشية حول الطائر وقد ارتدوا أبها حللهم غرد العندليب فأجاد الغناء وأبدع وأمر الإمبراطور بمنح الطائر خفا من الذهب مكافأة له ومنذ ذلك اليوم مكث العندليب في القصر حبيسا في قفصه الذهبي ورجله مربوطتان بشرائط من الحرير وذات يوم تسلم الإمبراطور صندوقا فسارع إلى فتحه وكم كانت دهشته كبيرة عندما وجد داخله عندليبا آليا شديد الشبه بعندليبه إلا أنه مرصع بالأحجار الكريمة وما إن أداره حتى راح يغني واحدا من ألحان العندليب الحقيقي لقد استأثر العندليب الآلي بإعجاب الإمبراطور وحاشيته واقترح الأمراء والوزراء على الإمبراطور قائلين نود لو نسمع كلا العندليبين يغنيان معا فما رأيك بهذه الفكرة فأتتهم الموافقة فورية عندما راح الطائر الآلي يغرد أمتع السامعين وأشجاهم بقدر ما أطربهم العندليب الحقيقي كما سحرهم بريقه الذي يضاهل معانى أنفس الجواهر غرد العندليب الآلي الأغنية ذاتها ما يزيد على ثلاثين مرة من غير كلل فقرر الإمبراطور الاستغناء عن العندليب الحقيقي حفظ الإمبراطور وسكان القصر أنغام الطائر الآلي حتى باتوا يستظهرونها عن ظهر قلب وذات مساء وبينما الإمبراطور مستلق على سريره يستمع كعادته إلى غناء العندليب الآلي صدر صوت غريب يبدو أن عطلا ما قد طرأ على المحرك أدى إلى توقفه عن الغناء فشعر الإمبراطور بالندم على تفريطه بالعندليب الحقيقي وحزن أياما وأياما وبغتة تناهت إلى مسمع الإمبراطور أغنية عذبة قال الإمبراطور متأثرا عزيزي العندليب ها أنت تعود إلي فكيف لي أن أكافئك على حسن صنيعك أجابه العندليب امنحني الحرية ولا تسجني في قفص وسأطربك بتغريدي كل يوم ترجمة نانسي قنقر